اشتركوا في القناة والتفكير في ايجاد سبيل يضمن مسيرة الطلاب وانهاء المقررات وإقامة امتحانات الشهادة الثانوية في الوقت الذي حدد لها ومن هذا اطلق رسميا وزير التعليم العلي والبحث والابتكار الدكتور اودنغار دافيت امتحانات الثانوية العامة دورة يوليو 2018 من الثانوية الفنية التجارية رفقه في فعاليات الاطلاق وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة ابو بكر الصديق شرومة ومندوب الحكومة لدى مدينة جمينة الدكوي عقوبة وبعيد فتحهما لظرف الاسئلة وتوزيعها على الممتحنين حث الوزيران الطلاب على ضرورة التركيز وقراءة الاسئلة جيدا قبل الاجابة عليها ومثل ذلك بعد الاجابة عليها وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة اكد على ان الامور تسير كما ينبغي بدأت الامتحانات والمدارس كلها المراكز التي تجرى فيها الامتحانات بدأت تمتحن الطلاب دخلوا الامتحانات وكل شيء يسير على ما يرام ونحن في وزارة التربية الوطنية انا وزميلي وزير التعليم العالي سعداء جدا بان نكون قد اوفينا بما عهدنا به من تنظيم للامتحانات في الظروف المثلة وانا ادعو الجميع الى ضبط النفس والهدوء والعمل بجدية خاصة للتلاميذ وجدنا ايضا معلومات من الاقاليم تقول ان الامتحانات بدأت في كثير من المناطق والان الامتحانات تجري في احسن الظروف الامتحانات التي جلس لها اكثر من 79 الف طالبا وطالبة موزعين على 94 مركزا بكل الاراضي الوطنية منهم 33902 في العاصمة جمينا موزعين على 25 مركزا استهلت الامتحانات اليوم بمادتي اللغة العربية والفلسفة مرحلة بعد مرحلة ويوم بعد يوم حيث تعاقبت المراحل الدراسية حتى الوصول الى مرحلة الجلوس للشهادة الثانوية التي تمثل المفتاح الاول لمشوار الدراسات العليا وعندها يلاحظ في بعض مراكز الامتحانات في العاصمة الجمينا القل منحمكا في استرسال وفرز المعلومات حتى لا تفوته الفرصة المواد مختلفة حسب الميساقين الانمي والادبي والقسم الفني والتجاري الا ان اعراء الطلاب حول اليوم الاول من بداية الامتحانات كانت متقاربة في مفهومها العام للامتحانات امال وتطلعات المترشهين تنبئ بصورة مشرفة ومشجعة في احداث تغيير نوئي في نسبة النجاح لهذا العام وفي مثل هذا المقام يكرم المرء او يهان فحصم موفقا لجميع المترشهين من مدين البلاد شهدت مدينة بيتن فعاليات الانتلاق الرسمية لشهادة ثانوية دورة يوليو 2018 حيث ترأس الانتلاق الأمين العام لإقليم وادي فرع عثمان كلي آدم ممثلا لحاكم الإقليم وخلال افتتاحه لظرف الأسئلة تمنى الأمين العام لإقليم وادي فرع عثمان كلي آدم الحظ الطيب والسعيد لجميع المترشهين وأحفهم على الاعتماد على أنفسهم وعدم الاتكال على الغش في الامتحانات من جانبهم الرئيس مركز امتحانات بيتن كيمتول غارن غارتسوم دع الطلاب إلى التريس والتأني وقراءة السؤال مرة واثنين قبل الإجابة وذلك تماشيا مع المثل الذي يقول فهم السؤال نصف الإجابة امتحانات الشهادة الثانوية دورة يوليو 2018 جلسها بإقليم وادي فرع ما مجموعه 897 مترشحة ومترشحة موزعين إلى ثلاث مركز امتحانات بيتن وقريضة وإريبا وفي مدينة ماسوكوري حضرت إقليم حجر لميس حيث جلس 463 طالبة طالبة لامتحانات الشهادة الثانوية دورة 2018 بالثانوية الحديثة لمدينة ماسوكوري وقد أعلن الانطلاق الرسمي لهذه الامتحانات حاكم إقليم حجر لميس سيد علي حارون بحضور المندوب الإقليم للتربية الوطنية والترقية المواطنة ورئيس مركز الامتحانات وقد أعطى الحاكم علي حارون بعض النصائح والتوجهات للممتحنين ذلك من أجل رفع الروح المعنوية لهم وتشجيعهم على مواجهة جميع الامتحانات المغملة